بدأت بالجمهور النهاردة عشان هو محتاج ياخد حقه بدري بدري قبل حسم الدوري وانتهاء الدوري جمهور الكورة الموسم ده كان جمهور عظيم كعادة الجمهور المصري جمهور كل الفرق الجماهيرية والشعبية الكبيرة جمهور ممتع جمهور بيشجع فرقته جمهور بيساند جمهور بيروح المدرجات نأمل دائما زيادة عدد الجماهير ونأمل ايضا ان الجماهير تروح بكسافة نفس التوقيت ليه بتكلم على جمهور الكورة بتاع الاستاد عشان احنا على مدار سنوات ماضية سنوات ماضية بدأت الناس تشجع على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ التشجيع يختلف شوية بدل ما كانت الحالة دايما حالة مبهجة الناس تروح تقابل بعضها عشان تروح المدرجات تروح الاستاد تروح تشجع تألف اغاني تعمل اعلام كانت الحياة حلوة وسهلة وممتعة اللي حصل يومين اللي فاتوا مش يومين اللي فاتوا الشعور اللي فاتوا السنين اللي فاتوا انه بقى فيه حالة كده من الايه؟ من الاحتقان دايما على السوشيال ميديا طول الوقت هنا كلمة رايحة وهنا كلمة جاية ده بيزعل ده وده بيهاجم ده وده بينطقت ده وده بيسيق لده وباقت الحالة فيها صعوبة كبيرة قوي انك حتى تخش تقول رأيك ببساطة يعني لو دخلت قلت يا جماعة صباح الخير عليكم هتلاقي حد يخش يقولك ما اسمهاش صباح الفل اسمهاش صباح الخير اسمهاش صباح الفل وانت ما بتفهمش حاجة وانت ما بتعرفش حاجة وانت مش محايد وانت متعصب حاجة يعني انا بقولك حاجة صغيرة قوي ايه سعلى ده بقى كل حاجة هجماعة الكورة حلوتها ان انت تقول رأيك وانا قول رأيي واللي جنبي يقول رأيه واللي جنبي جنبي يقول رأيه والامور تبقى سهلة وبسيطة مدام ما فيهاش إساءة مدام ما فيهاش تعصب ما فيهاش مدام ما فيهاش عفوا تحريض لقدر الله قول رأيك قول مثلا ان انا شايف ان فريرة اعظم مدرب في تاريخ الكورة قول لا امانول جوزيب انجازاته العظيمة العبقرية هو اعظم مدرب في تاريخ الكورة المصرية قول ان موسيماني مجاز زيه في تاريخ النادي الاهلي قول ان كرول ولا ولا وطوفيستر ولا بن جادة مجاز زيه في تاريخ الزماني قول اللي انت عايزه قول وحب وفرح باللي انت عايزه وزعل من اللي انت عايزه او ما تحبش اللي انت عايزه وهقولها لك ببساطة العالم كله يعرف يعرف قيمة بيب جورديولا ويعرف قيمة جوزي مورينيو مثلا هتلاقي ناس ما بتحب جوزي مورينيو هتلاقي ناس بتقلم من جوزي مورينيو وتلاقي ناس تانية بتقول انه ما جاش في التدريب في الكرة العالمية زي جوزي مورينيو وناس تانية تقولك لأ بيب جورديولا ده أعظم مدرب ومفيش زيه في الحياة واكتر واحد اخترع في الكرة وفي ناس تانية تقولك أوفر كوتشينج وبيفكر زيادة وساعات بيقلف براحتك قول اللي انت عايزه الكورة عاملة زي الفن حلوك بتحب ممثل وانا بحب ممثل تاني الاتنين حلوين بس انا بحب ده وانت بتحب ده بس مش لازم التاني يبقى كارثة وسيء وازاي وازاي تقول لي ان الفنان الفلاني اعظم من الفنان الفلاني انا حر وانت حر كمان بالمناسبة كلنا حر يعني كلنا عندها الحرية كاملة ان احنا نقول قراءنا في كل حاجة بنشوفها بعنينا اسمع عنينا عيني غير عينك انا بقول كده عشان من كام يوم من كام يوم امبارح ده خلت قلت يا جماعة حلو ان اتحاد الكورة حلو ان اتحاد الكورة يستثمر وجود مدرب خبير عنده خبرات مش طبيعية زي فريرة ويبدأ يدي مثلا دورات تدريبية للمدربين يبدأ يدي محاضرات للمدربين نستفيد بالمدرب الاجنابي اللي بييجي مصر لأي نادي لأي نادي او اي منتخب نستفيد منه الاستفادة الكسوة مش عيب يعني نستفيد انا فاكر الكابتن طريق العشري كان مثلا راح عمل معايشة مع منو الجوزية صح ليه ده خبير ده اسم كبير منو الجوزية اعظم مدرب جيه في تاريخ النادي الاهلي وربما يكون اعظم اجنابي جيه في تاريخ الكورة ربما براحتك حب ويكره براحتك بس لما نيجي نقول حاجة فيدي الكورة المصرية ما تجيش تقولي لأ طبعا انا كنت شايف ان المسلماني هو اللي يدي محاضرات كان يدي يدي محاضرات اهلا وسهلا اهلا وسهلا هو مسلماني الفكرة في موسيماني انه لحد ما كان بيدرب النادي القليل كان لسه بياخد كرسات تدريبية وكان لسه بيدي كرس تدريب في المغرب بياخد كرس تدريب في المغرب فهو يعني الراجل فريرة تحديدا له خبرات استثنائية تاريخ كبير بالسن وبالعمر وبالفرق اللي دربها كارلوس كيروش كان نفس الامر انا قلت الكلام ده على كارلوس كيروش لما كان موجود قلت اقوله لو من والجوزيه وقتها انه كان يعملها برضو بس ما كنتش ساعتها يعني ما كناش موجودين يعني في الاعلام ما كناش موجودين على السوشال ميديا كنتش فيه السوشال ميديا بس في كل الاحوال تعالوا نساعد بعض بهذوق ويا سيدي حب اللي تحبه فيه ناس تقول والله يا جماعة انا شايف انه اهم مدرم مصري موجود في الكرة المصرية دلوقتي حسام حسن فواحد تاني يرد عليه يقول لا استنى بقى كابتالي العاشر احسن منه لا يا عم علي ماهر ما فيه زيه ده شوف احمد سامي عامل ايه براحتك براحتك شوف ان الشكبالة اعظم لعب جيه في التاريخ مثلا مثلا شوف ان محمود الخطيب ولا ولا ميمي الشربيني ولا صالح سليم ولا طه اسماعيل اعظم لعب جات في تاريخ النادي براحتك حسن شحاتة وحسن براحتك مع حفظ الارقاب لكل اسمانة انا قلتها دي براحتك حب اللي تحبه دايما الجدل ده كمان بيحصل لمنين نقول ايه مثلا محمد صلاح اعظم لعب في تاريخ الكرة المصرية فحد يقولك لأ هو محمد صلاح سعيه عمل ارقام عظيمة وانجازات عظيمة واي 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 بتاعه بس ده انا بحب اكتر لعب جيه في تاريخ الكرة المصرية فلان براحتك يعني مش هيتقالك انت انت غلطان انت براحتك حب اللي انت عايزه انا مثلا يقولك ماردونة وبليه اعظم اتنين اللي عيب اجوم في التاريخ يجي بقى الجيل اللي بعد كده يقولك لا ميسي وكريسان ونالدهم اعظم لعيب اجوم في التاريخ انا بالنسبة لي مثلا زين الدين زيدان هو اعظم لعيب في التاريخ في واحد تاني يقولك والله الظاهرة رونالدو البرازيلي ده اعظم لعيب في التاريخ براحتك ببساطة يعني بهدوء يعني هي القصة مش رايحة لسكة انه اه ده قاصل ادام قلع على ده كويس يبقى يقصد ان ده واحش لأ خالص انا مثلا بحب كيسان ونالدو جدا بشجع كيسان ونالدو في كل الفرق اللي لعب فيها بس هل مثلا ينفع اقول يوم ما بحبش ميسي بمنطق ان انا ما بشجعش ميسي بس هل مثلا ينفع اقول ان ميسي ده مش لعب عظيم وقسطورة واستثنائي ولعيب اعجازي وكل حاجة مينفعش ما اقولش كده بس لما اقول انا بحب كيسان ونالدو جدا مش معنا انا بحبش ميسي او يعني شايف ان ميسي لعيب مش كويس لما بقول انا بحب جوزي مولينيو جدا مش معناها ان بيب جواردو ده مدرب مش كويس حب اللي تحبوا دي كورة استمتعوا يا جماعة وكتبوا كده وانبستوا وحب فرقتك بالمناسبة حب فرقتك قوي أنا ما أتكلم بقى على الناس اللي بتكتب على فرقتك حب فرقتك شجع فرقتك ساند فرقتك دافع عن فرقتك اعمل اللي انت عايزه مع فرقتك فرقتك حبها زي ما انت عايز والفرقة التانية سيب لها جماهيرها يعني سيب جماهير الفرقة التانية هي اللي تشجعهم وهي اللي تسندهم وهي اللي تدفع عنهم وهي اللي تعمل الكلام ده كله كل واحد يحب فرقته ببساطة وما فيش مانع بالمناسبة يعني ما فيش مانع خالص ان احنا نهزر مع بعض في الكورة زمان انا كنت بخش دايما انا افرق بمناسبة لاحنا موجودين في التلفزيون المصري خش افرق على ما سبيره زمان فرق على برامج الكورة زمان الناس بتهزر مع بعض على الهوى اهلي وزمالك ويتحقوا على بعض على الهوى ويقعدوا يقولوا لا إحنا اللي اكسبناك وإحنا اللي عملناك وإحنا مش عارف في إيه والناس كانت بتبقى قاعدة قدام التلفزيون مبسوطة وبتتحك وعادي وعادي في مبلغات كبيرة قوي في موضوع سوشال ميديا دلوقتي تحديدة وتلاقي يقول لك أصله لجنة وحملة وطالعين مش عارف فين وعملين إيه ليه؟ ليه بتضيع أصلاً وقتك وانا بكرر الكلام ده ألف مرة ليه؟ بتحرق دمك ولو ثانية واحدة عشان خاطر لعبة اللعبة دي انت بتتفرج عليها عشان تستمتع وبس يعني لو كريم جي قال لك والله رأي شايفه رأي سازج مش صح ما مش مظبوط يتقال لكنك مش شايفه سيبك منه عما جيبها في نفسي يعني سيبك منه انبست انت انبست انت بالكورة هي الكورة مش خناها أبداً ولا اللعبة خناها أبداً هي اللعبة حاجة ممتعة نستمتع بيها كلنا تخيل كده لو انت صح من نوم دخلت كتبت بوست أو تويتا حباً في فريقك وبعد كده بصيت على فيديوهات لأهداف في الحاضر أو في الماضي لفريقك اتكلمت وحطيت صورة البرفايل بتاعك للعيب بتاع شاقه في فريقك ده بقى يومك في الكورة وفرقت على مصر فريقك المباشر ده بقى يومك في الكورة هيحصل لك ايه هتبقى مبسوط هتنم مرتاح لكن انت لما بتخش يلا جماعة عندنا عندنا بيسموها طاعة عندنا طاعة على سين ولا فلان بتضايق وقتك ليه بتحرق دمك ليه بتتضايق ليه بتعمل خطة ليه يعني بتقى يقول لك ايه تعالى بقى مش عارف هنروح داخليلنا على تويتر بقى كده نخشها فيسبوك بقى كده مش عارف نعمل عن استجرام انت لخسران هو كده كده مش هيبقى خسران حاجة هو كده كده مش هيبقى خسران حاجة بالعكس بقى تعالى اقول لك اقول لك الازيدك يعني في ناس بتبقى قصدة قصدة تستفزك عشان تجمع اللايكس والشيرز وبتاع اقول حال ومش فارق معها هيتشيتم ولا يحصل له ايه يبقى فيه ناس متعمدة هو كده كلنا بنتاخد يعني كل الناس اللي بتشتغف في الاعلام بتتاخد في رجلين في اي حاجة بس مش كل الناس بتبقى هدفها انها تتشتم او تتهاجم بس فيه ناس بتبقى قصدة وفي الاول والاخر انت بالنسبة له المستهلك انت مستهلك وهو الكسبان ما تتعيبش نفسك استمتع اسحوا منهم كده اقول لنهاردة هتفرج بكرة على مطش الاهلي والاسماعيلي هتفرج على الزمالك والاتحاد هتفرج على فرقتي واشجع هنا وسند هنا وافرح بيها واشجع فرقتي واقول يا رب تكسب واقول يا رب فرقتي تتعدل حالها وتتحسن وسند فرقتي واقول يلا نساعدهم عشان يكسبوا المباراة اللي جاية سهلة الناس في اوروبا وانا بحيبش دايما ادي مثل باوروبا بس انا دايما ساعدة اخش اشوف السوشال ميديا الناس في اوروبا بيكتبوا اه الناس بتهاجم برضو وتشتغف تعمل دي كورة يعني فاهم انا في ناس دايما متعصبة جدا بس الاغلبية العظمة الاغلبية العظمة بتستمتع بقى بايه هنروح المطش ازاي تيكت هنشتريه امتى هنجيب سكارف ولا تيشرت الفريق بتاعي وانا رايح الستان منين هخش احط سورة فرقتي واعمل تويت الجول اللي جابه فرقتي تفاصيل ممتعة في الكورة ممتعة في الكورة ربنا يصلح حالنا كلنا والامور تبقى اهدى عشان نسحى الصبح كده واحنا بنقول الله اليوم حلو او يوم قرى وجميل فاكد انت معلقنا الكبار ميمي الشربيني وحمد امام مصطفى كماني وكل العظماء دول مع حافظ الالقاب كانوا طول الوقت يقولوننا الكلام الحلو ده الجمع الحلو دي بصوا المشاهد دي خلينا نفتكي للمشاهد دي ما هي دي الكورة الحقيقية الجمهور لما كان في المدرجات يخلص المطش على فكرة كان بيحصل عشان بس ما يبقاش اسمي بقول كلام مش في الواقع كان ساعات بيحصل تراشق وهتفات من هنا وهناك وده بيحصل في الدولة الانجليزية نفسه ماشي تخلص المباراة جمهور الاهل وجمهور الزمالك بيخرجوا مع بعض من نفس البوابة عادي ماشيين جانباة كل واحد رايح هركب عربيته ويركب المواصلة وهيروح خلصنا المهمة بتاعتنا في التشجيع والمساندة هيرجع المنظر ده هيرجع تاني بس ما ينفعش يرجع تاني واحنا متحفزين او كده يرجع تاني واحنا رايحين استمتع واخدين زوجاتنا واطفالنا واخواتنا وراحين استمتع عبوا مرة زي المشاة اللي انتو شايفينه ده زي المشاة اللي انتو شايفينه واخدين استمتعه بس انا حبيت ابدأ الحلقة النهاردة بالموضوع ده عشان قبل زحمة الزمالك وفوز الزمالك بالدوري والمنافسات واللي هيحصل واللي هبوط الفرق قبل ما ننلوح في السكة دي لازم كان نشير ونشيد بالجماهير المصرية في الدوري الموسم ده بصراحة في المدرجات في المدرجات ونفس الكمهير ترقى المدرجات للمدرجات لليخ إن شاء الله يا حسن إن شاء الله